السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية ومرحبا بكم من جديد في قناتكم أسرار الجمال الطبيعي سعدت بلقائكم حبيباتي من جديد وصفة اليوم وبعد غياب طويل ولفترة زمنية طويلة لظروف شخصية عدت لكم بوصفة قوية جدا وصفة فعالة جدا ونتائجها جد جد سريعة وصفة يعني من تجربة الشخصية ومن تجربة العديد من النساء التي جربناها ولقينا نتائج رائعة جدا وسريعة جدا هذه الوصفة تمنع تساقط الشعر بشكل رهيب وأيضا تعمل على ملء فراغات الشعر وأيضا تزيد من طول الشعر بسرعة رهيبة جدا وبنتائجها تظهر من الأسبوع الأول فهذه الوصفة جربتها شخصيا ونالت إعجابي وقلت لماذا لا أشارككم إياها لأنها وصفة قوية جدا ويعني تستهل التجربة في هذه الوصفة سنحتاج في هذه الوصفة إلى بزور البصل أو زريعة البصل فبزور البصل رائعة جدا تساعد على تطويل الشعر وتساعد على ملء فراغات الشعر وأيضا تقينا من بعض الأمراض التي تصيف فروة الرأس كالفطريات وقشرة الرأس التي بدورها تساهم في تساقط الشعر وعدم زيادة في طوله سنحتاج في هذه الوصفة إلى مكونات سهلة وبسيطة جدا سنحتاج إلى مكونات موجودة تقريبا بكل بيت سنحتاج إلى بزور البصل أو زريعة البصل يمكنكم أن تجدوها عند العطارين أو بائي العشاف فهذا هو شكلها تشبه بزور الحبة السوداء فهي سوداء وتشبه تماما بزور الحبة السوداء ستجدوها عند بائي العشاب أو العطارين هذا هو شكلها كما تلاحظون سنحتاج أيضا إلى زيت الزيتون وإلى بصلة والآن نمر إلى طريقة تحضير هذه الوصفة سنحتاج أولا نقوم بوضع مقلات على نار هادئة جدا ونقوم بتسخينها جيدا وبعد ذلك نقوم بوضع بزور البصل في المقلات لتسخينها فقط نقوم بتسخينها فقط قليلا ونقوم بالتحريك من يعني كل مرة نقوم بتحريكها لكي لا تحترق فنحن نريد فقط تسخينها وليس بتحميصها من المهم أن تكون المقلات ساخنة وبعد ذلك نقوم بوضع بزور البصل فيها لكي تسخن فقط لنقوم بحرقها فلنستفيد من فوائدها بعدما قمت بتسخين بوضع البصل كما تلاحظون قمت بتسخينها قليلا فقط والآن سأمر إلى طحنها في الطحان الكهربائي سأقوم بتحنها جيدا حتى تصبح علي على شكل بودرة سأقوم بتحنها جيدا حتى تصبح علي على شكل بودرة جيدا حتى تصبح علي بودرة فأنصحكم بتجربة هذه الوصفة لأنها فعالة جدا وبعد تجربة للعديد من الوصفات فهذه الوصفة هي الأخيرة التي منعت لي يعني منعت تساقط الشعر منعت لي تساقط الشعر وساعدت يعني في نمو بعض الفراغات في شعري فهي تساعد فستلاحظون من الاستعمال من الأسبوع الأول نمو بعض الشعر في مكان الفراغات كما تلاحظون فقد قمت بتحنها حتى أصبحت لي على شكل بودرة وستشمون رائحة البصل عند تحنها والآن نمر إلى طريقة التحضير كما قلت لكم سنحتاج إلى كأس من زيت الزيتون فأنا لدي كأس كبير يمكنكم استعمال يعني كأس صغير مملوء كأس صغير مملوء من زيت الزيتون كل مقدار كأس من زيت الزيتون نضع فيه ملعقة كبيرة من بزور البصل يعني إذا ضعفتم كمية زيت الزيتون يمكنكم أيضا مضعفة كمية بزور البصل إذا وضعتم كأسين من زيت الزيتون فيجبوا يعني مضعفة أيضا كمية بزور البصل تضعون ملعقتين ونقوم بتحريك جيدا أنا قمت يعني قلت لكم كأس من زيت الزيتون يساوي ملعقة من بزور البصل وسأقوم بخلطها جيدا بخلط مكونات جيدا في قارورة زجاجية ومن المهم أن تكون قارورة زجاجية لكي تحافظ لنا على مكونات الوصفة بعد ذلك نقوم بغلقها جيدا نقوم بغلقها جيدا ونضعها في خزانة مظلمة لكي لا يصلها الضوء لكي تحتفظ لنا بالمكونات ونطرقها لمدة أسبوع في خزانة مظلمة جدا لا يصلها الضوء بعد ذلك تكون الوصفة جاهزة من بعد أسبوع يمكنكم أيضا تركها أكثر من أسبوع كما تحبون وبعد ذلك تكون الوصفة جاهزة وبعد ذلك والآن سنقوم بأخذ رأس بصل فقط ومن المهم ومن الأحسن أن تكون بصل حمراء لأن البصل الأحمر كما تعرفون فوائده أيضا كثيرة جدا نأخذ رأس أو طربوش بصل حمراء ونأخذ القليل من الزيت عندما يكون جاهز للاستخدام من بعد ما تركناه أسبوع أو أكثر بد ذلك نأخذ القليل فقط ونأخذ رأس بصلة ونقوم بوضعه في الزيت ونقوم بفرق فروة الرأس جيدا وخصوصا مكان الفراغات في الشعر يمكن أيضا هذه الوصفة استعمالها أيضا من طرف الرجال فهي أيضا لمن يعانون من الصل فهي أيضا تساعد في إنبات فراغات الشعر ومن الأحسن نقوم بوضع أشريطة في رأس البصلة لكي نستفيد أيضا من فوائد البصل الطري كما تلاحظون كما قمت بوضع أشريطة في رأس البصلة ونقوم بتغميسها بوضعها في الزيت ونقوم بفرق فروة الرأس جيدا كما قلت لكم وخصوصا مكان الفراغات فهذه الوصفة رائعة جدا صدقوني فهي رائعة جدا ونتائجها جد سريعة وتظهر من الأسبوع الأول فأتمنى أن تجربوها تجربوها لأنها فعلا وصفة رائعة وتصحق التجربة بالنسبة لمدة الاستعمال نستعمل هذه الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع ومن الأفضل مرتين في الأسبوع ونقوم بالاستمرار عليها لمدة شهرين ومن المهم يعني المداومة عليها فالوصفات الطبيعية كما تعرفون يجب يعني النتيجة تكون نتيجة فهي نتائجها يعني تظهر من الأسبوع الأول ولكن للحصول على نتائج جيدة جدا ونتائج مرجوة فيجب عليكم المداومة عليها لمدة شهرين وكما قلت لكم فنتائجها نتيجتها تظهر من الأسبوع الأول ستلاحظون فرق كبير فرق كبير في شعركم ستحد لكم من تساقط الشعر وستلاحظون الشعر خفيف سيبدأ بالظهور في الفراغات شعركم ولمن يعانون من قشرة الرأس فهي تساعد أيضا على تقليل والحد من قشرة الرأس ولمن يعانون من فطريات الرأس فهي تقي وتعالج كل أمراض فروة الرأس وأيضا كتساعد أيضا على تنعيم الشعر عفوا الشعر فهي فوائدها ومزاياها كثيرة كثيرة جدا فأتمنى أن تجربوها وهذه هي وصفتنا لليوم أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم وأتمنى أن تجربوها وتكتبوا لي النتائج في التعليقات ولا تنسوا حبيباتي اللايك إذا أرجبكم الفيديو